سلاح الريب القتالي. مصر باتت تمتلك ثمانية وعشرين قطعة من هذا السلاح في زحمة الغواصات والفرقاطات والقاذفات بعيدة المدى التي اعلنت عنها مصر خلال افتتاح قاعدة ثلاثة يوليو البحرية. مر ذكر سلاح الريب دون الكثير من الجلبة. حتى تبين انه بين احد اكثر الاسلحة البحرية تطورا واهمية ما جعل الاعين تتجه الى المناورة الاستراتيجية التعبوية للقوات المسلحة المصرية قادر الفين وواحد وعشرين. بانتظار الظهور الاول لسلاح الريب القتالي المصري. وهو عبارة عن قارب عسكري خفيف الوزن باداء عال وسرعة هائلة مع سعة كبيرة مزود باحدث الاسلحة والرشاشات وقاذفات القنابل. وفوق كل هذا لا يغرق ايا كانت الظروف. ويتركز استخدام هذا القارب من قبل افراد القوات الخاصة لتنفيذ مهام تتطلب وحدات بحرية خفيفة سريعة الحركة بهدف مباغدة العدو وتدمير قواته والاخلاء في وقت قياسي. ما سيمكن القوات البحرية المصرية من تنفيذ مهام عسكرية خاطفة على شواطئ اي عدو او في اعالي البحار انطلاقا من الطائرات او السفن الحربية. فما هو سلاح ريب القتالي? ولماذا رصدت مصر الميزانية العسكرية لامتلاكه? الريب منقذ وقاتل. في ستينيات القرن العشرين اعلنت بريطانيا عن نفسها مهدا لبدء تصنيع قوارب ريب على يد مجموعة من الطلبة بهدف تنفيذ عمليات الاغاثة والانقاذ. وريب الانجليزية اختصار لجملة وتعني القارب المطاطي الصلب القابل للنفخ اذ كان الهدف من تصناعه حينها المزاوجة بين قوة القارب ومرونته وتقليل فرص غرقه. وفي عام الف وتسعمائة وواحد وسبعين انتجت شركة زودياك ميلبرو الفرنسية اول قارب ريب للاغراض التجارية قبل ان تصبح الشركة منتجة لقوارب ريب القتالية. وفيما بعد ظهرت شركات عالمية اخرى لتنتج انواع مختلفة من قوارب ريب. منها المصمم بمهام القوات الخاصة واخرى لخفر السواحل. اضافة الى انواع خاصة بقوات الشرطة ونوع اخر مخصص لمهام البحث والانقاذ. لكن سرعان ما باتت الولايات المتحدة الرائدة في تصنيع الريب القتالي عبر شركة الامريكية التي اعلنت عن اكبر نسخة من قوارب ريب بطول اثنى عشر مترا ونصف والمجهز لعدد كبير من الافراد. فبات قارب الريب المطور مصنعا من مواد قابلة للطفو مع هيكل معدني من الالمنيوم. ومجموعة من المواد التي تضم الصلبة والخشب في الهيكل. مع تغطيته بالبلاستيك المقوى او الالياف الزجاجية لزيادة متانة القارب وقدرته على التحمل. اضافة لتدعمه بجدار علوي لزيادة الكفاءة العملياتية. ما يمكن الزورق من العمل في اعالي البحار وفي رياح تصل سرعتها الى خمسة واربعين عقدة بفضل التصميم المتضمن قاعدة هيكل صلبة متصلة بانابيب هواء جانبية. يتم نفخها بالهواء وصولا الى ضغط مرتفع لاعطاء الجوانب صلابة مرينة على طول جوانب القارب. ومع استمرار تطورها باتت الريب قوارب قتالية بطرازات عدة. يختلف طولها من نوع الى اخر. وتتراوح بين ثلاثة فاصل تسعة متر واثنى عشر مترا ونصف. اشهرها ذات الاحد عشر مترا المصممة للقوات الخاصة. وتستخدم نظام دفع ثنائي يعمل بالديزل ما يوصل سرعة الزورق الى اكثر من اربعة وستين كيلو مترا في الساعة بينما يصل مداه لثلاثمائة وسبعين كيلو مترا. ويمكن للقارب الواحد ان يحمل عشرة اشخاص مع اسلحتهم اضافة الى التسليح الخاص بقارب الريب. ويتضمن مدفعا رشاش طراز ام ستين يستخدم طلقات من عيار سبع فاصل اثنين وستين ملي متر وقاذف قنابل طراز ام كي تسعة عشر يستخدم قنابل قطر اربعين ملي مترا ومدفعا رشاش عيار خمسين ام اثنين يستخدم طلقات اثنى عشر فاصل سبعة ملي متر وتطلع قوارب الريب القتالية بمهام بينها نقل مجموعات القوات الخاصة البحرية الى سواحل العدو بسرعة كبيرة ايا كانت الظروف الجوية جراء ثباتها العالي وخفة وزنها اضافة لقدرتها على الاقتراب من الشواطئ بفضل الغاطس الصغير الذي تتمتع به ما يمكن طاقم القارب من التسلل الى المناطق البرية لتنفيذ مهام الاستطلاع قبل الهجوم بواسطة القوات التقليدية اما نقل قوارب الريب فقد يتم عبر السفن الحربية او من طائرات النقل العسكرية مثل سي مئة وثلاثين كما في حالة القوات الامريكية كما يمكن لقوارب ريب ان تنطلق من قواعدها الاساسية حال كانت المهام المكلفة بها تقع في نطاق عملها خاصة بعد ظهور قوارب ريب القتالية الروبوتية فبعد ان كانت مهام الريب نقل الضفادع البشرية وحمل مقاتل القوات الخاصة بات وجود البشر على متن الريب الروبوتية ليس بذي اهمية بعد ان عمدت بعض الشركات العالمية مثل بي اي اي لتطوير نظام ملاحة الى يتم تثبيته على القوارب للقيام بمهام طويلة الاماد في اعالي البحار وبينها قارب ريب طراز بي تسعمائة وخمسين ذاتي القيادة ما يتيح للقوات البحرية استخدام قوارب ريب بمستويات اكثر سرعة وامانا مع الوصول الى مناطق غير مأهولة مع العمل على نطاق واسع في اعالي البحار دون الالتزام بوقت محدد للعمليات كما تستطيع قوارب الريب الروبوتية تنفيذ عمليات الهجوم البحري على عدو وسط البحر باستخدام اسلحة فتاكة من دون تدخل البشر. وانت هل تعرف قوات بحرية عربية اخرى تمتلك زوار قريبة القتالية غير مصر.